قضاء عطلة صيفية على الشاطئ هدف علي الديب وغيره من سكان العاصمة الليبية طرابلس لكن ارتفاع تكلفة ذلك دفعه للإقامة في خيمة اليوم واحد فقط بما يتناسب مع قدراته المادية يعني أقل استراحة هذه كان لقيتها معقولة جداً بيقولك 300-350 دينار فالحق يعني ومع الناس دروف الناس مقارنة بالمرتبات ما فيش واجهة مقارنة بصراحة يعني غلاء أسعار مش في مصيف في كل شيء مقارنة بالمرتب ما فيش علاقة وزارة السياحة الليبية قالت إن عدم توفر عدد كاف من أماكن الإقامة السياحية لتلبية الطلب المرتفع محلياً هذا العام تسبب بارتفاع الأسعار حسب حصيات مركز المعلومات والتوتيق السياحي اللي في سنة 2022 اللي هو حوالي يوجد 73 قرية سياحية على طول الساحل الليبي عدد الشليهات فيها حوالي 6438 شليه يعتبر رقم ضعيف أمام الطلب وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بقانون العرض والطلب غياب التصنيف الرسمي للخدمات السياحية بحسب مراقبين يسهم في تضارب الأسعار ما يصاعب حصول المواطنين على خدمات مناسبة كل هذه الخدمات السياحية غير محددة والأسعار هذه الخدمات السياحية غير محددة بدقة من وزارة الاختصال وبالتالي العملية أقرب أو هي شكل عشوائي حسب تحديد المستثمر كما يرى المستثمر في هذا المرفق وبالتالي كثير من الناس ربما تعتقد أهل ما تدفعه مبالغ فيه وفي المقابل يدافع مستثمرون في المجال السياحي عن الخدمات التي يقدمونها للزوار موضحين أن الأسعار تتناسب مع قدرات كل عائلة بالنسبة للسعار في ديمات العادية من حد لعند الاربعة 50 دينار 60 دينار عريشة بالطاولة وبكراسي يوم الجمعة تزيد جميع فئات المجتمع موجودة هنا عندنا طفال مفرين جميع الألعاب الحمد لله ومفرين مقهى وبالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستياف حذرت الهيئة العامة للبيئة من تلوث عدد من الشواطئ بمياه الصرف الصحي وبقايا مواد البناء في مياه البحر قرب المدن شكوى المواطنين من ارتفاع تكلفة قضاء عطلة ممتعة تجعل الحاجة ملحة لوضع رؤية حكومية لإدارة السياحة الداخلية لتنظيم هذا القطاع خاصة في فصل الصيف رافت بالخير الحرة طرابلوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر